بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل في الفصل الرابع في إدارة الأزمات الصحية أسس التعامل مع الأزمات وإستراتيجيات المواجهة أسس التعامل مع الأزمات هنا يعني الحاجة الروتينية اللي كنا متابعينها بأسلوب إدارة معين بطلت تجدي نفعاً في حال الموقف فبصير في عنا حاجة management by exception يعني أو الإدارة بالاستثناء الأمور الإدارية بتخرج عن التسلسل الطبيعي ابتبحها زي ما قلنا من ضمن الفوائد أول واحد كان من فوائد الأزمة أنه ميلاد الأبطال وقلنا في ميلاد الأبطال أنه في عندي أشخاص بتطلع من الإدارة الدنيا والإدارة الوسطى ما كان إلها وزن قيادي أو وزن إداري إلا أنها برزت بإمكانياتها وقدراتها ساعدتهم management by exception إدارة بالاستثناء في ظل وجود الأزمة أنه يتخطوا كل هالسلم الإداري اللي موجود وصار فيه حاجة اسمها task force يعني عمالي بينتزعوا هالصلاحيات انتزاع لأنه بدنا نعدي هالمؤسسة إلى بر الأمان وتحدد أبرز أسس الإدارة الفعال للأزمات في النقاط التالية أول شغلة اتباع الأسلوب العلمي أو المنهجية العلمية للتعاون مع الأزمة وهي زي ما حكينا بداية نرجع فيها إلى أول نقطتين في الأسلوب العلمي اللي هو التحليل المبدئي والتحليل المستفيد أو الدراسة التحليلية ومن ثم بعد هيك توضع الخطأ ما بينفع فيها يكون فيها أسلوب ارتجالي أو عشوائي أو التقدير المزاجي للتعامل مع الأزمة حتى لا يكون هناك فعل ورد فعل من الناس اللي كانت إلها علاقة بوجود وتسبب الأزمة ممكن تؤدي إلى تداعيات سلبية غير محسوبة وتؤثر على المؤسسة نفسها عشان هيك مطلوب الدراسة المستفيدة تقدير الموقف الحالي إيش ممكن يكون مستقبلا كيف أنا ممكن أوضع لهو الأهداف ووضع البدائل وتحديد الأولويات ووضع الخطط للتعامل مع الأزمة مهم جدا التعرف على أسباب الأزمة زي ما بقوله خمسين في المئة من العلاج اللي هو التشخيص حتى نعدي هالمرحلة المرحلة التانية أو النقطة التانية في أسس الإدارة الفعالة للتعامل مع الأزمة تبسيط الإجراءات وتسهيلها وبالحالة الطبيعية إنه الأزمة بتكون حادة بتكون عنيفة بتكون الوقت فيها ضد الإدارة المؤسسة بتساعدش كثير عشان هيك ممكن تؤدي طبعا إلى خسائر ودمار لهيك مطلوب تدخل سريع وتدخل حاسم وعدم اتباع الأسلوب التقليدي السابق في إدارة المؤسسة عشان هيك بنقول management by exception الإدارة بالاستثناء ثلاثة تقدير الموقف الأزموي لابد أنه يشمل التقدير تحليل كامل لأسباب الأزمة عوامل تطور الأزمة تحليل للقوة التي صنعت الأزمة القوة التي تساعد من صنع الأزمة التي تؤثر فيه الأزمة تمام بعد هيك مطلوب تقدير إمكانياتنا إحنا في إدارتنا للأزمة إيش خدراتنا وإمكانياتنا وهذه طبعا تعتمد بالدرجة الأولى على جمع البيانات وتحليلها تحليل مستفيد وصولا إلى معلومات دقيقة تساعد في قراءة الموقف بشكل واضح وتقدير وتنبؤ مستقبلي للتعامل مع الأزمة أربع فتح قنوات الاتصال والإبقاء عليها مع الطرف الآخر وهذا البند مهم كتير لأنه الأزمة تحتاج إلى كم متجدد من المعلومات تحتاج إلى متابعة فورية لأحداث اللي هو الأزمة التدخلات اللي احنا ادخلنا فيها شو ردات الفعل شو كان فيه هل فيه إيجابيات هل فيه اللي هو نجاعة للشغل اللي اشتغلنا فيه أو لا عشان هيك مطلوب اللي هو اللي هو اللي بقاء على قنوات الاتصال ومهم جدا في قنوات الاتصال بالطرف الآخر لأنه بدي يكون فيه اللي هو الطرف اللي سبب بوجود الأزمة يعني لا يعدم اللي هو الاتصال سواء كان مباشر أو غير مباشر ممكن تكون فيها نوع من الاتفاقيات والمهادنات لتقدير مدى التعاون مع الموقف اللي موجود ونشوف احنا حققنا الهدف اتبعنا وصلنا للي بدنا يكدرنا نتجاوز الأزمة يكدرنا نحتوي الطرف اللي سبب الأزمة أو لا منذ الخامس الاقتصاد في استخدام القوة وهنا نستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نرفض في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه عشان هيك أي تعامل مع الأزمة يجب أن يخضع لحسابات دقيقة عشان ما نخسرش الطرف اللي حدث سبب الأزمة عشان ما يكونش فيه ردات فعل إعلامية للتعامل مع اللي هو فيه تعاملنا مع الأزمة عشان ما يكونش فيه هدر للإمكانيات والموارد والقدرات اللي موجودة عندنا في التعامل مع الأزمة وعشان كمان ما يصيرش ردت فعل قد تصل إلى حاجة بسموها يعني تتحول فيها مظاهر الأزمة إلى ضغط مستتر إيش يعني ضغط مستتر يعني قد تكون ظاهريا أنه تسيطرت ولكن هي بالفعل صار فيه شغل سري غير معلن صعب سياسيا يعني التعامل مع السلفية الجهادية أو ما يسمى بالمتشددين بين قسين ردة الفعل والحدة في التعامل معهم مش ناجحة على الإطلاق سياسة الاحتواء هي أكثر إيجابية وأكثر نجاح للتعامل معها والدليل أنه لو صار فيه ردة فعل قد ما تعتقل هالعدد اللي موجود في النهاية فيه لهم أتباع أنت ما بتعرف هم والمجتمع ككل وتكون لهم يعني تعبئة جماهرية غير معلنة في وقت معين تصعب أو يصعب السيطرة عليها لهيك دايما القوة مش كل إشي في الحلول البند السادس تفويض السلطة ومتفقين على تفويض السلطة هي منح الصلاحيات منح الصلاحيات من الرئيس إلى المرؤوسين وتعتمد على عنصر الرئيسيين أنه هل في عندي إمكانيات بقدرات معينة لكوليفيكيشن بتبعاتهم هذول أنا بدي أفوضهم ويعتمد في البند الثاني على الطبيعة المهم اللي أنا بدي أفوض فيها إذا كانت خطيرة تتجه نحو المركزية أكثر إذا كان ممكن تكون أكثر بساطة ممكن يكون فيها نوع من اللي هو يزداد معدل التفويض لكن مهم جدا في التفويض أنه تحديد الصلاحيات ومعرفة كل واحد شو مطلوب منه بشكل محدد وواضع عشان يقولوا أنه التفويض للسلطات يعتبر القلب النابض للعملية الإدارية يعتبر شريان الدورة الدموية الرئيسية في إدارة الأزمات لأنه قد ما بدي تكون عندي قدرات وإمكانيات بشكل مركزي حتكون محدودة البند السابع التعاون والمشاركة الفعالة وهذا يعني من الأمور المهمة جدا لو نرى على الكوارث الطبيعية بنسمع جسر زوي من المساعدات والموارد تم إيصالها للبلد التي تعرضت للكارثة لما نحكي على وباء بنلاقي أنه بنحتاج أن يكون في عندي غير هالقدرات الموجودة والنمط التقليدي الموجود ممكن أحتاج إلى خبرات أخرى من داخل البلد ومن خارج البلد عشان هيكت بتدخل معنا منظمة الصحة العالمية عشان هيكت بيعملوا لجان استشارية زي ما عملوا لجنة استشارية في مكافحة كورونا وكان فيها عضو أعضاء من الجامعات كان فيها أعضاء من مؤسسات كبرى دولية ومحلية تمام الهدف من خلالها طبعا اللي هي اتساع الرؤية بسبب أنه في عندي أكتر من تخصص في عندي شمولية في اللي هي التخصصات اللي موجودة تمام في عندي أنا فكر يختلف عن الفكر الممارس المهني يبتبع الإنسان الأكاديمي العمل هو مطلع على الأبحاث وعلى الدراسات تمام هنا بيلزمنا بتساعدنا طبعا التنوح هذا من الخبرات والخدرات والمهارات في مكافحة ومواجهة الأزمة ثامنا التواجد المستمر في موقع الأحداث عشان هيك كده بنسمع كثير يعني لما بنلاقي رئيس الوزراء مسافر صار حدث في البلد طعن ولا انفجار ولا أي حدث داخلي بتلاقي تم قطع وقام رئيس الوزراء بقطع الزيارة وعاد إلى اللي هو الوطن نفس عشان هيك كده ليش التواجد المستمر في موقع الأحداث مهم مهم من المسؤول لأنه بيسرع في اتخاذ اللي هو القرار لأنه في عندي مستجدات طول الوقت في اللي هو أثناء اللي هو حدوث الأزمة ويقولوا لا يمكن معالجة الأزمة وهناك تغيب من المسؤولين أو أصحاب القرارات عشان هيك كان فيه أسلوب ممكن يكون أسلوب تواجد سري في موقع الأحداث يعني موجود لكنه إيش مش معلن أنه فلان المدير العام أو المسؤول أو الوزير أو الرئيس موجود في هذا المكان أو التاني تأمين تدفق كم مناسب من البيانات والمعلومات الكافية لمتخذ اللي هو القرارات موجود في المكان ولكنه غير معلن وقد يكون تواجد معلن إليه في المكان هذه طبعا تختلف باختلاف طبيعة الأزمة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كل الغزوات بتبعه كان يكون موجود مع اللي هو الصحابة وخيرته تتقدم اللي هو الجميع هي كان القادة المسلمين لأنه فيه عندي بنحكي على حرب بنحكي على غزوات بنحكي على فيها أمور مستجدات للتعامل مع اللي هو الموقف الأزمة وعشان هيك كان مهم جدا التواجد في مصرح الأزمة تاسعا إنشاء فرق مهمات خاصة وغالبا هاي اللي يعني تتماشى مع الجوانب الأبنية أكثر كتير يعني تعرضها لحروق قبل هيك وشفنا الأوضع اللي موجود فكان فيه فرق عمل تطوي شغالة بتمجدها موجودة وهاي الفرق يعني بتكون توعوية دعوية أمنية اجتماعية صحية إغاثية على اختلاف اللي هي تخصصاتها وهذه مهم جدا إنها تكون لكن مهم إنه تخضع إلى تدريب عالي المستوى حسب طبعا النوع وطبيعة الأزمة عاشرا توعية المواطنين وهاي تعتبر من الشغلات المهمة جدا يعني إحنا كثير عندنا موضوع الأزمات الكهرب والمحروقات وهذه اللي بتأثر على المية تدفقها ووجودها ووصولها للمواطن بتأثر كمان على الصرف الصحي وما إلى ذلك اضطرينا قبل سنوات إنه يضخوا هالصرف الصحي في البحر طبعا إحنا عشان عشان ما نصلش إلى أمراض جلدية وحمة شوكية ونزلات معوية وإسهال وغيره المفروض إنه كان في حملات توعوية وكان بالفعل في حملات توعوية للناس إنه بعدم الاستطياف على البحر بسبب وجود كذا كذا وكانوا يحددوا اللي هي نسبة التلوث اللي موجود ممكن نصل للمكان في جزء معين على الشريط الساحل وأماكن تانية مطلقا ممنوع نصلها تمام هاي تعتبر من ضمن إجراءات اللي هي المواطنين هاي تعتمد على وجود خطة إعلامية توعوية نصل فيها إلى كل أطراف الأزمة نصل فيها إلى المجتمع بشكل عام تعتمد طبعا على نوع الأزمة يمكن نرجو للجانب الأمني ممكن بنذكر اللحام بتاع فضائية معا ناصر اللحام لقد أصبح من التاريخ ومن الماضي أن يمشي الإسرائيلي وزوجته على شاطئ البحر كمان مهم في الجانب الإعلامي اللي هو تحديد ضمن الخطة الإعلامية تحديد متحدث باسم المؤسسة نفسها اللي هو في التعامل مع موجود الأزمة يمكن كتير بنقرأ اليوم وبنسمع وبنلاقي أخبار يعني عشوائية بيجي بيحكيها فلان وعلان وكتنكتب على وسائل التواصل فيما يتعلق بحالات اللي هو كورونا وقدش في عنا حالات توفت وقدش وهذا كله عن الصحة في عنا مواقع رسمية تمام ضمن الخطة الإعلامية في عنا متحدث رسمي اللي هو وقت معين بيطلع فيه بشكل يومي وفي شكل استثنائي في حال وجود اللي هو حالات أو بيكون طبعا على قدر عالي من الكفاءة والتأهيل والخبرة وهو مسؤول عن الإدلاء بالتصريحات وإيصال الناس بالأخبار الصحيحة والدقيقة هاي تعتبر من ضمن اللي هم البنود الـ 11 للتعامل أو ما يسمى بأسس التعامل مع الأزمة الآن في عندنا استراتيجيات مواجهة الأزمة في عندنا ست استراتيجيات الاستراتيجية الأولى استراتيجية العنف للتعامل مع الأزمة في استراتيجية وقف النمو وفي استراتيجية التجزع وفي استراتيجية جهاض الفكر الصانع والمؤدي للأزمة واستراتيجية دفع الأزمة إلى الأمام والاستراتيجية السادسة استراتيجية تغيير المسار الاستراتيجية الأولى استراتيجية العنف في التعاون مع الأزمة هذه طبعا بتكون لازمة أحيانا خصوصا إذا من أبرز ملامحها أنه ما فيش أي معلومات عن هاي الأزمة أو إن هاي الأزمة قد تؤثر على قيم ومبادئ والأعراف هذا المجتمع عشان هي قد مطلوب الضرب بقوة وقطع مصادر الإمداد أجيب مثال يعني إحنا عمال بنعيشه لسه معروف إنه فيه تجار حروب أنا بقول عنهم تجار الدم والمحتكرين اللي هم بيظهروا في وقت الأزمات اللي المفروض فيها نوع من يعني اللي عنده مشاكل اللي عنده مشاكل فيه جشعه وفيه نفسه إنه يتجربنا في هالأيام اللي بتكون فيها نوائب ومصائب بتأثر على الجانية زي التجار هادوزا ما حكينا ويمكن شفنا كيف تعاملت وزارة الداخلية معهم فضحتهم على الإعلام بشكل كبير جدا إنه بدأت تنزل أسماء الناس اللي بترفع من الأسعار وهذه تعتبر يعني شغلة مش بسيطة لا على الإسم الشخصي ولا الإسم المؤسسة نفسه أو الشركة اللي هي بتقدم مثلا خدمة وتجارة معينة للمجتمع فهذا يعتبر من ضمن اللي هو استراتيجية عنف حسب ما سمعني يعني هم ما تركوا الأمر يعني من أول مرة لهم حذروا مرة واثنين وأخطروا بعد هيك اضطروا ومن نزلوا الأسماء هذه ساعدت إنه لو إنه لم يتم التعامل بهذه القوة الموجودة كان معظم الناس مش قادرة تشتري لا الخضروات ولا الفاكهة ولا تشتري اللي هي الحاجيات المنزلية اللي بتحتاجها بسبب الغلاء اللي موجود اللي كان ممكن يعني يتفشى بشكل كبير الاستراتيجية التانية استراتيجية وقف النمو وهاي الاستراتيجية فيها يعني كي نقول قبول للواقع اللي موجود إبرضاء أو عدم رضاء فيها جهد إنه نقف للمستوى اللي وصلنا إله خصوصا إذا بنحكي على يعني قضايا تهم العامة وفيها تغطية إعلامية كبيرة وقد تؤدي إلى اضطرابات فمهم إنه نصلى اللي وصلنا له مالة الدهور الأمور أكثر ويصير فيها نوع من الانفجار هنا طبعا الطرف اللي ضده الأزمة بيقدم تنازلات وبالطريق يقعد للتفاوض وبسلم بالواقع اللي موجود تمام إلى حد اللي وصل إله حتى ما يخسر أكثر حتى ما يكون فيه نوع من الانفجار أكثر وهاي بنسوي يعني أحياناً بيكون فيها نوع من حاجة اسمها سياسة لاحتواء وكثير منها اللي علاقة بجوانب سياسية دون التفصيل أكثر حتى ما نخشش في قصص مع حد استراتيجية التجزئة هاي الاستراتيجية بتعتمد على يعني الدهاء والمكر عند الأشخاص اللي ضدهم توجهة الأزمة بتقوم على دراسة وتحليل الواقع اللي موجود والله إذا كان عدة أزمات أو عدة مشكلات ممكن يتم تجزئتها والتعامل مع كل جهة على حدى ممكن يكون يعني اسمحوا لي في التعبير شراء ذمم إغراءات لضرب اللي هم التحالفات مع بعض خلق تعارض للمصالح ما بين الأفراد أو القوى التي تؤيد الأزمة وتحدث الأزمة وتصر على وجودها وتساعد في إنمائها وتقويتها هاي اسمحوا استراتيجية التجزئة الاستراتيجية الرابعة إجهاد الفكر الصانع والمؤدي إلى الأزمة وهاي الاستراتيجية تعتمد بالدرجة الأولى على المعالجة الفكرية للناس اللي هي صنعت وأوجدت الأزمة وتعتمد على المعالجة الفكرية لمن سيتلقى من الناس اللي بتصنع الأزمة وهذا بتعتمد على يعني خليني أقول إحداث انقسام ما بين الناس اللي محدثين الأزمة بتلاقي كثير يعني سياسيا أشخاص بيقودوا يعني حراكات معينة أو بيقودوا تنظيمات ما تمام بتطلع لهم صور بتطلع لهم تسريبات سواء كون صحيحة أو غير صحيحة اللي هدك من خلالها إحداث حالة من عدم الثقة بهالشخص اللي حامل هذا الفكر يمكن بنسمع عن السيكلانس كثير بهالأسلوب بتبعه الذم والقدح اللي مش مناسب لكن بطلع يقول والله يا هذا فلان واسمه كذا كذا وإلو لقد اسمه سكير أمريكا وصار يقول بعد ما طلع الخبر ضده صار يقول أنا فلان ويصف حاله زي ما وصفه اللي هم الآخرين فهذه بتعتمد فيها على التأثير على فكر الصانع وفكر المتلقي فكر الصانع بحاولة الاحتواء وفكر المتلقي بمحاولة إحداث عدم الثقة فيه للشخص اللي أنتو بتسمعوا إله الاستراتيجية الخامسة دفع الأزمة إلى الأمان وهاي تهدف إلى الإصراع بدفع القوى المشاركة في صناعة الأزمة إلى مرحلة متقدمة قد تظهر الخلافات لأنه بدون يستعج له اللي هو القطاف من خلال الأزمة بتسرع من وجود صراع ما بينهم وهاي طبعا الصراع بيبدأ يبرز من الناس اللي توجهت ضدهم الأزمة بكتير بيكون فيه من المعلومات الخاطئة بتتسرب حنيتها بيصير فيه بعض التنازل من الناس اللي بتدفع باتجاه الأزمة وتحدثها ممكن يعني يكون فيه صراعات أو فيه خلينا أسلوب تكتيكي للتعامل اللي هم معهم يعني خلينا أقول حالة من الفتنة الداخلية للقوى الصانعة له الأزمة وهادي بتساعد في السيطرة عليها بشكل اللي هو كبير يعني زي ما بقوله ألفتوا فيه عرضها إنه منحاول نفشلهم هالقوى اللي ما بعض السادسة استراتيجية تغيير المسار وهاي الاستراتيجية بتنفع في الأزمات الكبيرة الصعبة الشديدة اللي صعب إنه تقف في وجهها طب شو مطلوب خلينا نقول نركب الموجة وهذا من أكثر اللي هي أبرز ملامح النجاح فيها ركوب الموجة والسير في نفس اتجاه العاصفة زي مثال يعني لما بصير حركات معينة وبصير مطالبات بينزلوا على الشارع وبتفقوا في ساعة معينة ووقت معين نعمل حراك شبابي وجماهيري ضمن لون معين تنظيمي أو بدون لون تنظيمي بتلاقي اللي هو نسول الأشخاص أو خليني أقول القوة الحاكمة اللي متوجه ضدهم هذا الحراك بينتشروا أكثر من العدد اللي موجود أو بتنزل الرايات والإعلام مش ألوان مختلفة فتصير مش عارف انت الطوش المعمين زي ما بقولوها وهنا بقولو عنها سياسة اللي هو السير في اتجاه العاصفة بمشي فيها لحد ديت اللي هو خليني أقول ابطاء سرعة الأزمة أو تغيير اللي هو الرؤية بتبعتهم والمصار ابتبعهم حتى ما يصر إلى درجة من الخسائر بسبب هاي الأزمة فيها نوع من مثلا من يعني من استراتيجية أو آليات الاستراتيجية تغيير المسار تصدير الأزمة للخارج يعني بأذكر بال2008 لما بدت الحرب بتطلع طبعا المعارضة وبتطلع الأنظمة كمان أحيانا مع المعارضة في الدول العربية تضامن مع الأهل غزة وأهل فلسطين والقدس فبذكر على عبدالله صالح طلعوا في هالمسارات وطلعوا ملايين وهم بتكون أمور موجهة وطلعتوا بشكل عفوي ولما راح في نهاية المسيرة فهو بيخطب بقول إنه إحنا نتمنى وبطالب اللي هو محمد حسن مبارك إنه يفتح الحدود عشان نقدر نصر الجود فطلع بالخطاب الثاني مبارك قال له إحنا جاهزين تعالي فتح وتفضل إنت والجماعة بتبعينا هاي طبعا نوع من اللي هو تغيير مسار الأزمة حتى ما يصير فيه عندنا ردات فعل من المواطن بالداخل البلد بروح بصدر الأزمة للخارج هذا يعني على عبدالله صالح في ظل هالملايين اللي كانوا طلعين من اليمنيين وبيهدفوا بهالتعاطف الكبير قال إنه إحنا جاهزين نطلع وفرقت هالطاقة اللي موجودة عندهم وغير مصارها في إنه أو صدر الأزمة للخارج إنه إحنا لو على حدود فلسطين كان وصلنا وفتحنا البلاد وحررناها هاي من الأساليب اللي هي المتبعة في استراتيجيات مواجهة الأزمة يبهيك نكون ختمنا الفصل الرابع للتعامل في مساب إدارة الأزمات اللي هم أسس التعامل مع الأزمات واستراتيجيات مواجهة الأزمات إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله